بص يا باشا احنا كده بالصلاة عن النبي هنأجرلك شاقتك ونعمل معاك اللازم وهناخد عمولة كده يعني ايه بالصلاة عن النبي شهر عمولة يعام وين شهر ونص عشان انا معايا تلاتة كمان بوابين على سمسرة الناس عايزة تقول ايش يعني واللف طول المكنة والنهار والعرق والشمس وبتاع لا يا باشا انسى انا مش محتاج سمصار انا اقدر اأجر شاقتك الدولار يا باشا هتلف لفتك ومش هتلاقي غيري وهتجيلي برضو وهاخد منك الشهر عمولة وكمان اقولك على حاجة اخد منك شهرين عمولة ها قلت ايه انت اللي هتلف لحد ثاني وتروح تضحك عليه تعال اقولك ازاي ممكن تأجر شاقتك بالدولار زي ما سمعت كده بالزبط هتعرض شاقتك بالدولار النهاردة انا جاي اكلمك عن موقع هيخليك تأجر عقارك بالدولار كتير من الناس عملوا ارباح كتير جدا من ورا موقع محدش يكون سمع عنه كتير او يعرفه الموقع الذي لا يعرفه الكثيرون وهم نفس الناس برضو اللي كانوا ليستثمروا في العقارات بالطريقة الريتونية اللي هو ادور على سمصار والسمصار ياخد مني عمولة واصل يا باشا بكرة اصل بعده اصل السوق نايم انسى ركز معايا في الحلقة دي عشان هعرفة كل الاسرار عن موقع شهير جدا ومعروف جدا بس كتير من الناس ما تعرفوش في مصر انا من يومين اجرتي شقة في التجمع من على موقع اير بي ام بي عشان اكون يعني عملت التجربة عملي وعرفكم ازاي ممكن تأجروا شقة في اي مكان انتوا رايحين فيه من غير بقى وجع الدماج ولا دور على سمصار يشوف لي شقة ولا بعتلي صور الشقة دي انت بكل بساطة هتفتح الموقع وتعمل كل حاجة انت عايزها سواء هتأجر هتقعد ليلة ليلتين تلاتة اللي انت عايزه دلوقت انت شخص عندك عقار في مصر او برا مصر او في مدينة معينة سواء جوه او برا وانت ما بتستخدموش او مفيش منفعة جاي من ورا وفي نفس الوقت سوء العقارات واقع بمعنى ان انا مش لاقي اي حد أجر العقار بتاعي او ان هو قدر أجره له بسهولة يعني في اير بي ام بي انت اللي هتكون مدير نفسك ولا تقعد تحت رحمة تمصار ولا مكتب ولا شركة سواء انت عايز تقعد في عقار في المكان اللي انت رايحه او ان المسافر ليه او ان انت تأجر العقار بتاعك في اي مدينة او في اي مكان في العالم الموقع ده بيتيح لك ان انت تحط العقار بتاعك وتسوق للعقار وتحط الصور بتاعته والتقييمات وشوية شغل كده ايه عشان العقار يبقى حلو وفي المقابل لما ييجي واحد مسافر للمكان اللي فيه العقار بتاعك في اي مكان في العالم وبيدور على مكان يقعد فيه شوية او يقعد فيه مدة طويلة او قصيرة بيفتح الموقع وبيدور على العقارات الموجودة في المنطقة اللي هو مسافر لها أو المكان اللي هو مناسب لها من ناحية السعر، من ناحية الفرش، من ناحية المساحة من ناحية أي حاجة هو نفسه إن هي تبقى موجودة في العقار تعال أقول لك المميز في الفكرة دي عند Airbnb أولاً في الإجارات، ينفع تأجر ليلى واحدة بس يعني أنت مش مجبر أن تأجر على أقل شهر أو أسبوع ثانياً الموقع موجود في كل حتة في العالم يعني فعلاً لو أنت دورت عليه على أي بلد في العالم هتلاقي فيها عقارات، وهتلاقي في ناس عرض عقارات على الموقع دا وثالث حاجة ودي من أهم المميزات اللي موجودة إن أنت العقارات عندك سعرها معقول عن أي موقع وده طبعاً لأن الناس عايزة تسوى العقارات بتاعتها وعايزة تستفيد فأنت لو مسافر مكان معين وليت فندق اللي لفيه بألفين جنيه ودخلت على Airbnb هتلاقي إن شقة كويسة جداً جنب الفندق اللي المفروض أنت هتنزل فيه سعرها خمسمائة جنيه وطبعاً هتختار اللي بخمسمائة جنيه فكده موقع Airbnb بيحل مشكلة لطرفين أول طرف الشخص اللي بيحاول يأجر العقار بتاعه ومش عارف يسوأله والطرف التاني الشخص اللي هو مسافر وعايز يوفر في السفرية في السكن عايزين بقى نتكلم عن النقطتين اللي بنقول عليهم دول وإزاي إنت كان مسافر هتقدر توفر في العقار وإزاي إنت لو عندك عقار تقدر تأجره على موقع Airbnb بنفتح موقع Airbnb وبنكتب المكان أو المدينة أو البلد اللي إنت عايز تسافر ليها أو تدور على سكن فيها بتكتب عدد الأفراد اللي هيكونوا معاك في السفر وبتكتب مواعيد السفر أو المواعيد اللي إنت عايز تحجز فيها لما بتدوس على السيرش بتفتح لك خريطة بتظهر لك كل العقارات اللي موجودة في المكان اللي إنت هتسافر فيه أو المدينة اللي إنت رايحة وكمان لما بتعمل زوم في الخريطة بيظهر لك بالزبط الشارع اللي إنت عايز تقعد فيه وتلاقي فيه عقارات منافسة في نفس المنطقة وبتظهر لك كل المعلومات عن العقار لما تدوس على السير زي الصور وكم غرفة وكم حمام وإيه التفاصيل والمميزات اللي موجودة في العقار وقد إيه الفرش هو جديد أو قديم أو متوسط على حسب السعر هتلاقي السكن بتاعك ومن أحلى الحاجات اللي موجودة على الموقع وشايف إن هي مهمة جدا الفلتر الفلتر ده لو إنت عايز السكن يكون شقة عايزه يكون فيلا عايزه يكون استوديو وبتقدر تختار كم غرفة أو عايز فندق برضو متاح وفي نفس الوقت ممكن تختار لو إنت عايز يكون فيه حمام سباحة لو إنت عايز إن يكون فيه سخان في الحمام لو عايز يكون فيه تكيفات وا 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 كل الإضافات دي موجودة في الفلتر وبيطلع لك السعر المناسب للسكن اللي إنت عايز فيه الإضافات أو الميزات اللي إنت بتطلبها بعد كده لما تخلص كل المواضيع دي بتدوس على العقار اللي عجبك وتقدر تشوف التقييمات اللي موجودة عليه وده مهم جدا لأن التقييمات دي لناس أجرت قبلك قبل كده وكتبوا أراءهم وحطوا التقييم اللي شايفينه مناسب للعقار اللي هم قعدوا فيه أو اللي هم زروا بعد كده لو كل حاجة تمام بتدوس على حجز وتدفع من خلال الفيزة البنكية بتاعتها تعال بقى نتكلم عن النقطة التانية واللي ناس كتير قوي أنا شايف إنه هم مهتمين بيها واللي هي أنا عندي عقار وعايز أجيب فلوس بالدولار يعني مش أنت عملت تكلم الأول وتقول لي أجر عقارك بالدولار وهتكسب وهتعمل بدل ما هو مركون وبدل ما فيهوش استفادة تعال بقى ركز معايا في النقطة التانية دي أول حاجة بتبدأ إن انت تعمل حساب كأنك بتعمل على أي موقع أكاونت جديد وبتكتب كل التفاصيل بتاعت العقار بتاعتك وتخش تحط الصور بتاعتك ودايما لازم تركز إن العقار بتاعتك يكون مضيف ومرتب الفرش فيه شيء حتى لو ما فيهوش الكلام ده كله إنت برضو هتأجره بس مش هيكون بالسعر اللي إنت حطه في المالك وحاول قبل ما تحط العقار بتاعك إن إنت تشوف سعر المنطقة اللي إنت فيها أو الناس اللي حواليك مؤجرة بكام عشان ما تبقاش زايد عنهم وتقدر إن إنت تجيب ناس تأجر بالأسعار المعقولة اللي في منطقتك ولو إنت لسه في البداية حاول إن إنت تحط رنج أقل من الناس اللي جنبك لأن إنت عايز تاخد تقييمات عالي وعايز الناس تزورك وبس كده الموضوع سهل جدا وبسيط ومربح جدا ويستاهل إن إنت تبدأ تجرب فيه دلوقتي وكتب لها في الكومنتات تجربتك مع موقع Airbnb لو إنت من الناس اللي سفرت وحجزت عليه أو من الناس اللي كان عندها عقار ومش عارف أتحجره وأتحجرته على Airbnb بتسلي كل تعليقاتك والسفساراتكو في الكومنتات أشوفكو في حلقة جديدة سلام